اهلا بكم في تلخصة جديدة فيلمنا النهاردة بيبدأ مع سنة 1050 واللي فيها زعيم الفايكينج اللي اسمه جود براند مع عشرين سفينة علشان ينبهوا نورماندي وهناك هاجموا على دير كبير واكتشفوا غرفة سرية وتوسل الرهبان ليهم انهم ما يفتحوشوا القوضة دي لكن جود براند صمم وكسروا القوضة ودخلوها لكن الفايكينج ولا لقوا دهب ولا فضة لكنهم ايقظوا حيوان كان لقبوا كلب الجحيم ورجع الفايكينج للنرويج بلدهم ومعاهم اللعنة دي لكن الغريب انهم لما وصلوا للشاطئ لقوا كل الفايكينج مقتلين واللي وصل حي للشاطئ هو الزئب وبدأ الشر طريقه للبلاد من اللحظة دي وبعد مرور الف سنة بيتغير المشهد في مقاطعة اسمها نيبو مع بنت اسمها سالي واللي عيش مع امها اللي اسمها ليف بيرج وجوز امها اللي اسمه ارثر واختها اللي مش بتتكلمه خرصة واسمها جيني وبيجل سالي مسيج على ثريفونها من واحد اسمه جوناس واللي بيسألها هتيجل الخليج ولا لأ فبتقرأ سالي المسيج وبتروح للتلاجة وبتاخد كنزات البيرة وبتحطها في شمطتها من غير ما ارثر يلاحظ وبتقول لاختها الصغيرة بلغة الاشارة انها هتروح علشان تقابل اصحابها وبتقول لارثر برضو نفس الكلام لكن ارثر بيقول لها انها ممكن تقول له يا بابا بدل ارثر لكن سالي مش بتهتم وبتقول له انه مش ابوها وبتسيبه وبتمشي ولما بتخرج بالعجلة بتاعتها بتقابل امها اللي شغالة شرطية في المقاطعة دي واللي برضو سالي بتقول لها انها خارجة علشان تقابل اصحابها بتوع المدرسة فبتطلب منها امها انها ترجع على الساعة 11 لكن سالي برضو مش بتكون مهتمة اصلا بكلام حد منهم ولما بتوصل هناك بيستقبلها صاحبها جوناس اللي كلمها على الشات وبيعرفها على المكان اللي هم فيه واسمه وكده وبيعرفها على اصحابه اللي بيسألوها انهم سمعوا عنها انها غريبة شوية فبتقول لهم انها قتلت حد قبل كده وبتيجي واحدة اسمها ايلين وبتطلب من جوناس انهم يتكلموا لوحدهم وبتفضل سالي لوحدها وبيرخم عليها واحد اسمه فيدار واللي بيقول لسالي انها تحكيله عن جريمة القتل اللي عملتها وبتسيبه سالي وبتمشي وبتقول له خلي باله علشان هي ممكن تقتله عادي وفي نفس الوقت بيكون ارصر بينايم اخت سالي الصغيرة في السرير وبيرجي امها بتقول له انها لحظة ان فيه كانزات بيرة اختفت من التلاجة فبيقول لها مش مشكلة وطلب منها تسيب سالي على راحتها شوية وبتروح سالي علشان تتمشي لوحدها وبتلاقي ايلين وجوناس بيتكلموا مع بعض في الغابة لكن فجأة بتلاقي ايلين مرمي على الارض فبتجري سالي عليها في حالة من الخوف والقلق وبتحاول تساعدها وبيكون جوناس مرمي على الحيطة والدم محوطه من كل مكان وفجأة بيهجم عليهم حيوان ضخم مرة تانية وبيخطف ايلين وبيسحبها في الغابة ومش بيقدروا يساعدوها وبتيجوا الشرطة وبتكون بيرجي ام سالي موجودة معهم وبيحاولوا يعرفوا ايه اللي حصل وبتكون ايلين دي بنت العمدة وبتعرف بيرجي ان بنتها سالي موجودة وبتحاول تسألها ايه اللي حصل لكن مش بتقدر سالي انها ترد وبتكون في حالة صدمة والشرطة وهي بتدور بتلاقي تليفون مرمي ومتكسر وعليه اصار الدم وبتلاقي بيرجي مخالب احد الحيوانات وبتحلم سالي وهي بتطفو فوق بحيرة لكن بتصحب سرعة من الحلم وبتلاقي نفسها على سريرها وامها معاها وبتسألها ايه اللي حصل فبتقول لها انها ما شافتش اي حاجة غير ان ايلين كانت مرمية على الارض وفجأة تسحبت من الوحش وبنلاحظ ان سالي تصابت من الوحش في كتفها وبتروح بيرجي في المدرسة وبتنبه على كل الطلاب انهم لو شافوا حاجة غريبة يبلغوا عنها فورا ويقعدوا في البيت لاطول فترة ممكنة وما يخرجوش وما يخلوش اي حد يكون منبوز وسطهم وبتقول لهم انها تبزل اقصى طاقة عندها علشان تلاقي ايلين وبتبدأ التحقيقات مع كل الطلبة اللي كانوا في المكان وبيجي الدور على جناس اللي بيقول انهم كانوا بيشربوا بس وفجأة هجم عليهم وحش وكل واحد من الطلاب كان بيقول بيعمل ايه وما كانوا فين ولما بيخلصوا التحقيقات بتاخد بيرجي بنتها سالي وبتروحها وهم في العربية بتسأل سالي امها هل هي مفتقدة ابوها ولا لا فبتقول لها بيرجي ان الموضوع مش بالبساطة دي وانهم حاولوا كذا مرة فكان لازم يسيبوا بعض فبتتعصب سالي وبتسيب العربية وتمشي وبتفضل بيرجي قعد على اللاب بتاعها وبتبحث على تشريح المخالب بتاعة الزئب وبتطبقها على المخالب اللي معاها بتتصل بإيلرت وبتقوله انه ممكن يكون اللي هجم على إيلين زئب ولازم نرسل مجموعة يبحثوا على الزئب ده ويقتلوه فبيقول لها ان الموضوع مش بسيط ولازم نتتبع الإجراءات بالترتيب وتاني يوم الصبح بيكون بيت سالي في حالته الطبيعية وكل واحد قاعد بيفطر علشان يستعد اليومه لكن بتيجي مكالمة بيرجي بيقول لها انهم لقوا إيلين وهم في طريقهم دلوقتي للمشرحة ولما بتروح بيرجي بتتصدم باللي بتشوفه لان جسم إيلين كله بيكون مشوه وفي علامات عض ضخمة وعلامات مخالب كبيرة جدا ده غير درعها المقطوع وبتعرف بيرجي ان الشرطة لقت الجثة على مسافة اثنين كيلو ونص ومعنى كده ان الجثة تسحبت المسافة دي كلها ومش بيستحمل إيلرت المنظر وبيخرج برة وبتسأل بيرجي الدكتورة بتقولها ان الحيوان اللي عمل كده ممكن يكون زئب فبترد عليها وتقولها ان ده احتمال ضعيف لان حجم الإصابات ضخم جدا وبتقولها كمان ان اخوها عنده مزرعة حيوانات وعرفة الإصابات اللي ممكن يعملها الزئب كويس وبتدي الدكتورة لبيرجي عنوان واحد خبير في الحيوانات واكيد هيفدها وبتكون ام إيلين برة وعايزة تدخل لكن بيمنعوها علشان المنظر البشع اللي فيه بنتها وبتكون في نفس الوقت سالي في الغابة وبتسمع حد بينادي عليها وبتشوف كمان حد بيشاور لها من بعيد لكن فجأ بيختفي مرة تانية وبتكون سالي في مرحلة هزيان وبترجع بسرعة للبيت وفي نفس الوقت بيكون وليام اللي بيكون خبير ودكتور في جامعة العلوم البيطرية بيخلص المحاضرة بتاعته وبيدخل عليه رئيس الجامعة وبيقوله ان اسم الشرطة محتاجين حد خبير في الحيوانات وبيحكي له على اللي حصل وبيستغرب وليام لان الزئاب مش بتقتل البناء دمين لكن لما بييجي الليل فيه حد غامض بيقتحم المشرحة اللي فيها جثة إيلين وبيروح نحية الجثة علشان يستكشفها وفي تاني يوم الصبح بيروح الشخص ده واللي بنعرف ان اسمه لارس برودين وبيسأل عن بيرج لان عنده معلومات في قضية إيلين ولما بيقعد معها بيقولها ان الحاجة اللي انتو بتطردوها دي مش زئب عادي وانه فضل حياته كلها يطرد الحيوان ده وبيحكي لها انه زئب متوحش او مستزئب وطبعا بيرج ما كانتش مصدق الكلام اللي بيقوله لكنه بيأكد لها ان كلامه صح وبيقولها ان الحيوان ده خطر جدا وبيحكي لها عنه وانه وحش متعطش للدم لكن بيرج بتقوله انه بيضيع وقتها وان كلامهم خلص خلص فبيقولها انه ممكن يلاقوا مكانه لو احتاجواه في ارض التخييم اما الوحش ده هيلاقوه في الكهوف وانهم لازم يقضوا على الوحش ولازم يكسروا السلالة بتاعته ويمنعوا انتشار العدوى وبيقولها ان الرصاص بتاع الشرطة مش هينفع معاه وبيديها نوع تاني من الرصاص من الفضة وبيقولها انه ده هو اللي هيقضي على الوحش وبيحط الارص في جبل جاكت بتاع بيرج حاجة من غير ما هي تاخد بالها وبتخرج سالي علشان تقابل جناس وبيفضروا هما الاتنين يحكوا عن اللي شافوه وانهم مش قادرين يعدوا الموقف وجناس بيقولها انه بيشوف الوحش ده كل ما بيغمض عنيه وبتخرج سالي قابل جناس وبتقابل فضرة واصحابه اللي بيرخموا عليها تاني وبيقولها فضرة ان الناس بتقول ان كان بامكانك انك تنقذي ايلين لكنك خفتي وهربتي وبيتريق على الاصابة بتاعتها اللي في الكتف وبيقولها انها مصابة بداء الكلب فبتهرب سالي بسرعة وبتركب عجلتها وبتروح بيتها واول ما بتوصل بتدخل الحمام وبتشوف الاصابة بتاعتها في المراية واللي بتكون منظرها بشع وبتدخل امها عليها الحمام وبتطمن عليها وبتكون عايزة تساعدها لكن سالي بترفض وبتقول انها مش عايزة مساعدة من حد ولما بتنام سالي مرة تانية بتحلم انها بتطفو فوق بحيرة لكن المراضي وهي غرقانة دم ولما بتصحى بتلاقي نفسها واقعة من على السرير وبتلاحظ ان الوقت بتاع المدرسة هيعد عليها فبتلبس بسرعة وبتروح للمدرسة وهناك برضو بتحس بحالة من الهزيان وانها تايها وديخة وبتقابل جناس اللي بيعتذر لها عن العمل وفضرة وبيوصل وليام المتخصص في علم الحيوانات للمشرحة وبيقول ان العلامات اللي موجودة على الجثة صعب يكون عملها حيوان واحد او ممكن يكون عملها حيوان واحد لكنه ضخم جدا وبيدولوا المخالب اللي لقوها فبيقولهم انه فعلا زئب بس العلامات اللي على الجثة غريبة وان حتى المخالب طويلة عن الطبيعي فبيدوا امر بصيد الزئب ده من الغابة وبتروصل الحملة للغابة وبتكون بيرجأ الان المراضي وكلام لارس بيدور في دماغها لكن واحد من الافراد الحملة اللي متعودين على صيد الزئاب بيطمنها وبيقولها انها تتطمن على الاخر وتعتبر الزئب ده كمان تقتل وتسلخ وبيقولها كمان انها تفضل جنبهم علشان تكون في امان وبتكون سالي في الفصل وحالة الهزيان اللي هي فيها بتزيد وبتأثر عليها مع مرور الوقت وفجأة بتبص بتلاقي واحدة صحبتها اسنانها شبه المستزئبين فبتاخد سالي شنطتها وبتطلع برا الفصل وبتروح الحمام علشان تفوق شوية لكن بتسمع واحدة بتبكي فبتحاول انها تتطمن عليها واول ما بتقرب من الحمام بتاعها بيتفتح وبتكون الين اللي بتقول لسالي ان هي السبب لانها ما انقذتهاش فبتخرج بسرعة سالي من المدرسة وبتكون خايفة جدا وبنرجع للحملة وهم بيدوروا لكنهم في الطريق فضل الكلب ينبح وده معناه انهم قريبين من حاجة خطر وفعلا لقوا جثة واحد ووشه مشوه ومقتول ولحظت بيرج ان الارت خايف وبيقولها كمان ان هي لازم تكمل وفعلا خلت اتنين شرطة مع الارت لكنها قالت لهم انهم هيفضلوا مع الجثة علشان ما تحركش الارت واخدت الباقي وكملوا طريقهم ناحية الكهف واللي اتطوعت بيرج انها تدخل واول ما دخلت ما لقتش حد وكان المكان مخيف جدا واضطرت انها تنزل السلم اللي قدامها بحذر لكن فيه سلمة منه اتكسرت ووقعت على جثة حد وجاءوا واحد من الشرطة يطمن عليها وفجأة سمعوا الاتنين اللي كانوا مع الارت صوت الزئب وهجم عليهم وطلبوا النجدة وحاول الارت ان يضربوا لكنه مقدرش وكمل الزئب طريقه ناحية الكهف ووقع المصور في الحفرة اللي كانت فيها بيرج واول ما بيرج طلعت من السلم لقت الزئب قدامها فوقعت وتصابت وانقض عليها الزئب وكانت بيرج في حالة من الصدمة والخوف وحاولت انها تضرب عليه نار كذا مرة لكنه مش بيتأثر لغاية ما طلعت اخر رصاصة كانت في جبها وده الرصاصة اللي من الفضة اللي ادهالها لارس وفعلا قتلت الزئب وبتفوق بيرج بعد المعاناة اللي كانت فيها وعندها اصابة في دراعها وبعدها راحت تطمن على ايلرت اللي كان في حالة غيبوبة ووصلت رئيسة البلدية اللي هي في نفس الوقت ام ايلين وقالت لبيرج انها عملت كتير قوي علشان البلد دي وهتفضل تعمل وان ظروف الصعبة دي هتعدي وهم نزلين جات الصحافة علشان تغطي الاحداث وقالت ام ايلين وبرج خطاب عن الحصل وفي الليل لحظة البنت الصغيرة جيني ان اختها سالي بتبصلها من الازاز بتاع القوضة وبتحاول انها تتكلم معاها لكن سالي مش متجاوبة مع حد فطلعت جيني ورا سالي واخدت بايدها وودتها لقوضتها وقالت لها انها كانت بتمشي وهي نايمة ووعدت سالي انها تفضل تعتني بيها وبتكون سالي في حالة من التعب والارهاخ نتيجة العضة اللي في كتفها ودي كانت بداية اللعنة وتاني يوم الصبح بتروح بيرج للمعمل اللي فيه وليام واللي بيسألها عن اذا كانت الشرطة بتستخدم طلقات من الفضة ولا لا وبيقول لها ان كل التمن طلقات اللي ضربتهم ما اثروش في الزئب معادة اخر واحدة اللي كانت الرصاصة فيها من الفضة واللي دربت الخلايا والانسجة وكأنه تفاعل كيميائي وبيوري البرج كمان ان الزئب ده عنده ضفر بشري وان المخلب اللي بيرجي لقيته في الغابة بيرجع للزئب وده معناه ان الزئب يطلع له ضفر بشري بدل المخلب وبيكمل وليام كلامه بيقول انه سأل واحد صديقه متخصص في علم الحيوان برضه وقال له ان في الحالة دي هيكون الزئب ده مستزئب وان ما فيش تفسير تاني غير كده وافتكرت بيرجي الكلام اللي قاله لارس ليها وفي اللحظات دي بتكون الاصابة تمكنت اكتر من سالي والاعراض ابتدت تظهر عليها اكتر وبدأت تقضي اغلب يومها في النوم وبتروح بيرجي مع وليام علشان يدوروا على لارس اللي بيلاقوه فعلا في ارض التحكيم واول ما بيقابلوه بيهن لارس بيرجي على المطاردة الناجحة للزئب وبتطلب بيرجي من لارس انه يقول لوليام كل المعلومات اللي عنده وبيقول وليام ان الزئب اللي تقتل ده شكله كان غريب وده ممكن يكون بسبب انه تصاب بالجرب لمدة كبيرة فالتاريق عليه لارس وطلع كتاب كبير وحكى لهم القصة من الاول وان السبب في ده كله كان الفايكينج وانهم هم اللي جابوه وان صعب نحدد امتى ابتدى الهاجين ما بين الانسان والحيوان ففهم وليام ان لارس اصدو ان اللي حصل ده نتيجة تجارب فشلة للتهاجين علشان دايما الانسان بيسعى للقوة والسيطرة والتحكم وقال لهم لارس ان الحل هيكون انهم لازم يكسروا سلالة الدم دي ويقتلوا كل المستزئبين وبنرجع تاني لسالي اللي بتكون حبسة نفسها وبيجي لها مسيج من جناس واللي بيقولها انهم ممكن يتقابلوا وفعلا بيتقابلوا سوا وبيحكم عبعض لغاية ما بتيجي مكالمة الجناس من ابوه وبيسيب سالي لوحدها اللي بتبص للامر وبتبدأ اللعنة في الاكتمال ولما بيخلص جناس المكالمة وبيرجع لسالي بتطلب منه انه يبعد عنها لكن فجأة بتتحول وبتهجم عليه وبتقتله وبيجي الخبر تاني يوم لبيرج اللي بتاخد عربتها وبتروح لمكان الحدثة وبنكتشف ان سالي كانت بايتها في كوخ كده جنب العربية بتاعت امها واول ما صحيت سالي طلعت من بقاها اعضاء بشرية ولما بصت في المراية صدمت وخافت من منظرها لان اسنانها كبرت وشكلها تغير وبقت شبه المستزئبين بالزبط وتنكرت وراحت للمكان اللي كانت فيه مع جناس وشافتهم وهم بينقلوه وعرفت المصيبة اللي هي فيها وفضل وليام يتكلم مع بيرج وبيقولها ان المسافة ما بين الانياب المراضي على الجسة صغير ومختلف واكيد دي حيوانة مش حيوان وبيدخل لارس متخفي للمستشفى اللي فيها ايلرت وبيشوف العضة اللي موجودة في رقابته فبيعرف لارس ان مالوش علاج فبيضطر انه يسحب من عليه الاكسجين علشان يموته افضل من انه يتحول لمستزئب بعدها بتاخد سالي عجلتها وبتهرب بيها لغاية ما بتلاقي اوتوبيس وبتركبه وبيكون وليام شغال في ابحاثه في المعمل لغاية ما بيجي له نتائج فحص الدي ان ايه وبيعرف ان فيه تشابه ما بين عينة المستزئب وعينة انسان ومعنى كده ان فرصة العدوى هتنتشر في البلد كلها وان البشر مع الوقت هيتحولوا المستزئبين وبتكون سالي في الاوتوبيس وبتبص مرة تانية للامر والمراض اللعنة بتكون اكتملت وبتتحول سالي تحول كامل لزئب وضوافرها بتكبر وشكلها كله بيتغير وبيكون الركاب كلهم مستغربين ايه اللي بيحصل ولما بيبصوا عليها بتبدأ تهاجمهم وبييجي خبر ان فيه مستزئب بيهاجم البشر في اوتوبيس عند النفأ وبتكون بيرجي بالصدفة عند النفأ فبتروح علشان تكتشف اللي حصل ولما بتركب الاوتوبيس وبتشوف اللي حصل بتلاحص حاجات من لبس سالي وبتعرف ان هي مستزئب وبيوصل ويليام وبيقولها بنتيجة الفحص وبتقوله ان بنتها هي المستزئب ولازم تلاقيها بسرعة وفي الوقت ده بيخرج ارسر علشان يلاقي الكلب اللي بيكون برا البيت لفترة طويلة لانه حس بحاجة غريبة حوالين البيت وفي اللحظة دي بتدخل سالي لقودة اختها على شكل مستزئب وبنحس اللحظات ان اختها صغارة جيني عرف التأثر على سالي المستزئب لكن بيدخل ارسر في الوقت المناسب وبيضرب الزئب بعمود الابجورة وبيدخل العمود جوه بققه فبيتكهرب الزئب شوية وبتكون فرصة علشان ارسر وجيني يقدروا يهربوا لكن المستزئب بيفضل يطردهم وبنكتشف ان ارسر اتصاب وتعض من المستزئب ومش بيعدي وقت كتير غير وارثر بيفقد القدرة وبيروح في الغيبوبة والعربية بتتخبط وبيطلب من جيني انها تستخبى في اي مكان والناس كلها بتخرج من المكان اللي هم فيه وبيشوفوا المستزئب اللي بيبتدي هاجمهم كلهم وبتيجي اخبارية البرج ان المستزئب في وسط المدينة وبتقرب جيني من اختها المستزئبة وبتحاول تأثر عليها وبتقول لها انها تفضل تعتني بيها زي موعدتها ولما بتوصل بيرج بتشوف ارثر اللي بيقولها لازم تلحق جيني وبيضرب ويليام على الزئب ادوات تخدير وبيقدروا ياخدوا جيني وبيستخبوا في مكان لكن المستزئب بيكون وراهم وبيحاول يدخل المكان وبييجي الدور على دارس اللي بيكون سايق عربية باقصى سرعة وبيخبط المستزئب لكن لما بيفوق بيلاقي ان المستزئب ما تأثرش وبتهجم عليه سالي المستزئبة وبتقتله وبتروح لامها بيرج وبتهجم عليها لكن بيرج بتفوق في اخر لحظة وبتخلي المستزئبة تعضف عصايا لغاية ما بتطلب المساعدة من ويليام اللي بيكون مغمى عليه ومش قادر يتحرك وعمال يحاول انه يوصل للسهم اللي فيه مواد تخدير فبتفهم جيني وبتروح تاخد السهم وبتحطه في جسم اختها المستزئبة فبتفقد الوعي وبتتشل حركتها وبتحضن جيني امها ولما بتخلص الليلة دي بتروح بيرج تاني يوم للمعمل اللي فيه بنتها المستزئبة وطبعا عمالة تبكي وبتطلع المسدس بتاعها وبتوجه ناحية بنتها وبتقول لها ما تخافش امها جنبها بعدها بتروح بيرج البيت وبتحط الرصاصة وبنفهم من كده انها ما قدرتش تموت بنتها المستزئبة ودي نهاية الفيلم وشكرا للمشاهدة